السلام عليكم تمنى ان شاء الله تكونوا حل اخر وبخير وفي احسن الاحوال سمحوا لي بزاف لانني كنت اعطل عليكم راكم عارفين تهوي ديال البنية والمشاغل ديال الايام راهم اللي كان نوضوح نجري عليك اليوم ان شاء الله سنشارك معكم هذا الصابل وهذا يجيزوين بزاف وان شاء الله ستبعوا المقادر ستبعوا الطريقة سننجح معكم سنقسم معكم واحد الحب دابا ستبعوا هذا الصابل مرمل ويهشيش بزاف والسرع دياله ان شاء الله سنعطيه لكم مقادر ان شاء الله مضبوطة فقط تبعوا معي الفيديو حتى الاخر الناس اللي جداد في القناة كان نقول لكم مرحبا بكم ومئة الف مرحبا شاركوا في القناة وان شاء الله اتكبر معاكم بإذن الله عندي هنا ربعة دية الزبدة نباتية زبدة ممتازة عندي هنا جوج قطاع عندي واحد الحبة دية الكنور محكوكة كذلك عندي دقيق هنا يكمبيلكم يعني الفيديو عادي كيف انا راني كاسا نخدم محتاجش انني ندر دقيق في شي مجبان اول شي حاجارة مزروبة هذا الفيديو هذا صورته قبل العيد ويالله نشاركو معاكم دابا هنا نضيف واحد الصاشي الخامير الخامير من وزن ثمانية جرام كان عركتك الزبدة مزيان مزيان مع ذاك الجبن حتى تدامجه مزيان باش ما كان حتش انني نعرك الدقيق نهائيا يعني فقط ندخل دقيق شوية بشوية باش كي بقالي العجين مرمل وهكاك يجي الصابلين ناجح كيف ما قلت لكم تبعوا الفيديو من الولة الاخر سمحوا لي كنهدر معاكم يعني الحلقية شوية عيان الصوت ديالي عيان شوية صاف هنا يكن بدأ ونضيفوا الدقيق السرى ديال هادا الصابلي هادا باش يجيكم ناجح كما قلت لكم هو الزبدة إلا غيرتوا الزبدة ما غديش يجي معاكم الصابلي ناجح كيف ما شفتوا هنا هيا كي يجي مرمل بزف يعني ذاك الزبدة سباسيال هي اللي تتعطي ذاك الترميلة لقيتوا الزبدة سباسيال ديروها لقيتوا الزبدة ديال صاندخال ولا زبدة بدوية ديروها كذلك فكي يجي ناجح بها الصابلي ومسين بزف هنا كيمشتوا كيمراني جمعتها مازالة خفيفة كننزلها على سطح العمل ديالي على البوتاجي ديالكم مرخامة كيمشتوا هنا يا كنبدأ نضيف ذاك الدقيق صافي كننضيف الدقيق كيمشتوا يعني كنبدأ نديرو غير من الفوق وكنجمعو غير بشوية ما كان عرقش ذاك العجين بزاف باش كي ما قلت لكم كي يبقى مرمل هنا كيمشتوا يعني شكيلة الليدرز انا ديت شوفوا شكيلة الليدرز يمكن لكم تشكلوا حتى صغير او كبير يعني انتم ما كي يبقى الاختيار لكم هنا هنتم مشتوا يعني را ما زال اخصوا شوية ديالدقيق هاتم هاتم ما كيتشوفوا الطريقة يعني كي ما قلت لكم كتديرو الدقيق من الفوق وكتبقوا كتدخلوا غير بشوية بشوية لا داعي انكم تديرو الكفة ديالكم وكتبقوا كدلكوه هنا هنا يمبعد ما كدلكوها مزيان اه عفوا ماشي كدلكوها ملفة بجليك مبعد ما كتدخلوه داك الدقيق فيها مزيان وكين دامج مع الخالد كتاخدوها كديروه اف واحد البابيسو الفريزي وكديروها في تلاجة حتى كتبط راسها واحد شوية ما تخليوهاش بزاف لانه غادي تقبط لكم بزاف كيمارلكم عارفين مع الزبدة ادي تخليوها يعني تبقى فيها واحد تراجة ديال الحرارة باش هكا فاشدلكوها تجيكو مرتبة وسهلة فضلك هنا كن ندير واحد البابيسو الفريزي ولا واحد ساشي كيماشتو هنا قطعتك الكويرات ديالي قطعتهم وخليتهم باش شوفوا كيفش ولت ولا تقابط راسها حتى العجين فاشكي قطعتهم يعني فاشكي تلكوه وكتقطعوه كتبغيو تهزو دك المكعبات اللي قطعتو والاشكال اللي قطعتو كدش يكون سهلة يعني انكم تهزوها ودورها في الإناء ديال الفورن هنا غادي ندلكها دك صراحة لله سيبر ديال كاميرا عندي شوي تهرس لي ما زال ما خديتوش هاتشي علاش راني كنصور بيت وكنخدم بيت نتمنى ان هاد المجهود اللي كان دير ما ما يضايعش وانكم ديروا سبسكرايب تشتركوا في القناة مرحبا بكم الاشكال اللي درس انا هم هادو كما قلت لكم بغيتو تديروا اشكال صغيرة ديروها انا كيعجبني على هاتشكال هادو نديرو كبير ويعني وخن ديرو رقع اكبر من هاد من هاد الاشكال هادي فكيجي زوين كيعجبني كذلك انني نديرو حتى اشكال دائرية اه تيجي زوين انا كنقطع ذاك الهدا سفي مصدقوش غادي نحيدهم انا كنقطع ذاك الهدا سفر الحديد خذت لاناك دي الفرن ولا تبصي دي الفران استفتفى هاد الاشكال هادو لاندي واحد البيضة اللي غالناخدها ونطربها مزيان باش غادي نندهن الوجه دي الصعبلي بالنسبة البيض ما تدروه فيه حتى شي حاجة فقط تربوه ما تدروه للم الحالة حليب لوالو تربوه ودهنو لوجه ديالو هنتو مشتو تربتو ودهنت لوجه كان اعتادر لي انني كان نصور غربيد وحدا كما قلت لكم كان خدم بيد وكان صور صور غربيد فكاد جيني شوية صعيبة ما زال ما لقيتش الوقت باش ناخد سيبرج الكاميرو سفينا يكن بدى ندير ذاك الجبل الاحمر من الاحسن انكم درو الجبل الاحمر يعني ما درو حتى شي جبل اخر صفي كنزين هكا السابلي ديالي كنزينو ان شاء الله غادي نقدم معاكم بزف بزف ديال الوصفات مزالين زوينين بزف صفي هنا يا غادي ندخلوا الفرن مسخن على درجة حرارة مية وسبعين غادي نطيبوا من تحت ونولي انا عندي الفرن ديال كنشعل عليه من التحت حتى كي طاب من التحت كي قربي طيب هاتوا ما كتشوفو النتيجة كي قربي طيب وكانو اللي نشعل عليه من الفوق كي جي مذهب الشكل ديالو ومالا احسن انكم ما تجهدوش عليه الفررن الى كان عندكم فرن ديال لجاز ديروا فورد متوسط في الحرارة باش كي جيكم علاها الشكل هذا انتو مكتشوفو اللون ديالو كيجي مذهب وزوين نتمنى ان هاد الفيديو انه اللي اعجاب ديالكم اه ما تنسونيش متعاليق ما تنسوش مال بارتاج بارتاجي والفيديو مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم تمام الفائدة ان شاء الله شكرا لكم بزاف بزاف عالتتبوع ديالكم وعالدعم ديالكم شكرا بزاف عليكم وانتغلي كتخليولي اه سواء كانوا زوينين والسلبيين واللا ايجابيين فاي كومنتر واي تعليق انا كنقبلو شكرا لكم بزاف كيف ما كنقول لكم الحلقة جالي شويعيا الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله وصفة جديدة مع شهوات بنجلون